اشتركوا في القناة 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 الذي ليس فقط القرآن صلى الله عليه الصلاة واتقه فيه أيضا في القرآن سيدنا إبراهيم ومسا وهي أقل من جيدنا إيسا كما ذكرت في المسنا الإمام أحمد رحمه الله كل شيء في رمضانه هو رمضان لكن لا يريد أن يتحدث عن كيف رمضانه وما فيه أو الحسنات أو الحسنات أو الحسنات أو الحسنة أو الحسنة أنا أتحدث عن ما نفعل من نفسنا هل نأتي من الناس من الناس من المستعدين؟ أو هل نكون أسرًا أو أصبح أصبح رمضان؟ هل نحن تغيير في رمضان؟ رمضان يجب أن تكون من موقع 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 الذي يقررونك بالإيمان لأنك لديك المؤمن المنشفات سيطرة شايتين هل وضعوا في رمضان؟ إذا كانت أسرًا بيبطة في رمضان إذا كانت ميزة منك فوهي لكنك لديك أنفسك لديك مجموعة أنفسك لديك أسرًا كم أنفقك أسرًا هل نحن ترى هذا مجموعة؟ أكبر الله سبحانه وتعالى أعلمنا عن طريق الله سبحانه وتعالى لا يؤثر من ناتبه نفسنا ليس تحريرنا لا يؤثر من نفسنا حيثني لا يؤثر من ناتبه لكن فرينا يريدنا من السنة التي نعيبها الله سبحانه وتعالى أبطاء لنا كنا سبحانه وتعالى فكانها عيون اتغبت هذه الملوكة أنك تغبت هذه الملوكة تقريب هذا البيت تتوقف أن نحن ميز بياتية من الوقت الأمر بميز إلىومة فجراء أن نحن من هذه الأمر أن لا نحن 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 في التقليل وأن نحن 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 لا نتطيع شرقة وإلى مكان جميلنا نحن 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 ذلك هذا كل ما يجب علينا حيننا ليس لدينا حيناني ليس لدينا حيناني لدينا حيناني عندما يجب علينا حيناني فهذا يدخل لهم ما يقولون يقولون أنه يحضروا لكم وحبتوا على قيدها لم يحضروا لكم حتى هذه سنوات جدا نحن نكري أن ن Louise Haydn نحن 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 نقاط نحن 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 نعرف نفسينا نحن نفسي نفسي لكل يوم أدخل من يح cotton وهذا ما يمر في يوم أجر في تلك أجر ويمن مهم من أن تحرق بعد مغرب أسلمين ولكن كل شيئ يخلق حدث عندما تنفيذ الوقت كل شيئ ينقل في تلك أجر منتقل في تلك أجر في تلك الأجر منتقل في تلك الأجر في الحديث مان المفلس حديث سيدنا الحديث من رسول الله سلسلسلًا السابق من دائرة قال رسول الله رسول الله وكما لا يوجد من قلبي He said, no. He said, no. He said, no. إذا كان يزال يزال بها مع مغرب مختلفة مع حسنات و سيئات لذا لا يزال بها أو تخاف أحد أحد من أحد الأن لا تغيير أي شيء بل سيئة 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 من هذه حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشخص يبدأ بجميع الهدفة من هذه المرات من قبل أن يزال بمجرده وليس لديه سيئة who still have rights on him. So what they do is they start throwing سيئات on him. فتطرح عليه فيطرح في النار. They throw it on him and he will be thrown into hellfire. That's the bankrupt. So when we fast, when we go through this hunger and this thirst, do we go for it for ourselves or for others? Do we go through it for ourselves or for others? Do others benefit from it more than us? That's the question. Do others benefit from it more than us? Do I do everything I do, I pray and I fast to give it on the Day of Judgment to someone else that I have mistreated in this life and for no reason? And even if there is a reason, you don't take your right back in a wrong manner. so let this month be a reminder. Not just a month we go through and we pray and we fast and then after this month we lose everything that we've done in it. Some of the scholars said look at yourself after Ramadan to know if you accepted in Ramadan or not. Are you the same person who entered Ramadan? Are you in a better level in your Iman? Or are you still the same? Or are you worse? If you're worse, that's who the one whose nose was put into the dust, into the dirt. Because he came out of Ramadan with no forgiveness at all. His nafs is too controlling over him, he doesn't know how to control it. So someone like him, the hellfire is more worthy of taking him. The one who's still the same, he didn't care much. But the people who get better, these are the people who will be rewarded for Ramadan and for what comes after Ramadan. A second point I want to share is about love. The shaykh now in the salah he was saying, he was reciting an ayah in the salahna the shaykh now in our life in our life we hear the word love everywhere and everyone speaks about it in different manners in different ways. But how love relates to our religion? Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran He speaks so many times بعض الأحب والأحب والأحب لذلك ماذا يحب في نحن نحن؟ ماذا نحب؟ هناك آية في القرآن وهي آية للتعامل آية للتعامل الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله امام ابن القيم قال في هذه آية it's not the important matter the important matter is does Allah love you back does Allah love you back that's the important thing that's the important level you want to reach so does Allah love you do you love him in a correct way or do you love something else more than him imam ابن القيم رحمه الله he said love has levels and the highest level of love is slavery and he mentioned there is three kinds of loves there is that you love someone to take something out of them or you love someone because you just want to be with them or you love someone and you would do anything to please them and that's the highest one the slavery is when you love someone and you would do anything to please them some people the gods or the the slaves are the slaves to what to their money to their families to their friends it doesn't matter what it takes to get more money they will do it it doesn't matter what it takes to make the family happy they will do it even if it's against the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala it doesn't matter what it takes to become famous and popular with their friends they will do it doesn't doesn't matter how haram it is or how bad it is so who do you love more the worldly things or Allah subhanahu wa ta'ala that's why when Allah subhanahu wa ta'ala he tests us with different kinds of about that physical financial and in the heart he wants to see how how we would sacrifice everything for his sake how much we would give from everything that we have for his sake from our time from our physical energy from our money in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala says لَن تَنَانُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُونَ you will never reach bir until you spend from what you love Sayyidina Abdullah ibn Umar he used to get around the market and give away sugar to the to the blue people and they would ask why you give sugar give money he said no I love sugar and I read this ayah and I give sugar to prove to myself I love Allah subhanahu wa ta'ala more than more than sugar how much did you apply out of that this is the month that you start showing yourself who you love more and what do you what do you want to have in the in the hereafter to show yourself that you would you love to meet Allah subhanahu wa ta'ala so Allah Allah subhanahu wa ta'ala would love to meet you مَن أَحَبَّ رِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ رِقَاءَ people who are willing and doing their best to meet Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala would love to see them I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this month a month of change to a better position for all of us I ask him to elevate our iman to elevate our knowledge and to make us work harder on loving him and getting closer to him subhanahu wa ta'ala I ask Allah subhanahu wa ta'ala together us with the prophet sallallahu wa ta'ala and and his companions in the Firdaus I say the word of Allah subhanahu wa ta'ala I ask Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala I ask Allah subhanahu wa ta'ala